وبتدخل رمونده ومش بتسلم على حد وبتاخد قبية العصير اللي والدتها حطت فيها السم ولسه هتشرب منه سعاد بتمسك ايدها فيه يا مامي الجو حر جدا سبيني داصر ضيوف فدوة تعمل لهم غيره ولسه بترفع سعاد سحبت القبية بكل قوتها وحدفتها على الارض وكل وقف مصدوم ومن هنا سعاد عيونها بتتقابل مع الشخص اللي معه داي والشخص ده بيقف ويتأمل ملامحها اللي الصدمة غطتهم انت مين؟ لا انت هي نفس الوش والملامح انت سعاد مرة ترفض الحسنين صح ومحمد بيبص لسعاد اللي وقفه وفقد النطق تماما هو ما بتتكلمش خلص اسمها سعاد هانم حرم محمد الاسطاوي مش حرم رأفة الحسنين هو منصر ايل؟ ايوا ايوا منواخد بالي يعني اطلقتي من رأفة عشان تتجوزيه باي عليك حرمة ما تعرف شي عن الحية اسمع يا راجل انت انت في قصري يعني تدخل تحترم اسياده وتخرج منه لا وعليه هخرج مني يا حسن انا صعيد وافهم في الاصول برضك اما انتك وصلت ليك لحد عنديك وخلي بالك هو ما يعرفش غير عوايد الصعيد يعني راجل يعني دم وحر وما فيش حرمة وبيبص اللي روموندا بقرف تقدر تلف عليها ايوا ذكرتش ايه هي ريبتك صح بالطرافة وروموندا بتبص الولدتها ومستنية منها الرد عرفها بالطرافة اللي واجف قدامك ده يبقى مين وروموندا بتبص العدي بعدم فهم مش واغد بالعدم اللي مؤاخزة ده خطيبك منت وانت بنتي سبع ايام واو دايب يبصل جده انا كنت خاطب دي اللي ما بتسيح على دمها دي مسكت بيت جدام الناس وقطعتها قطيع وما فيش حد جدر يتحدث معها واصل كان زمان يا ولدي دي لو امها ما هربتش بيها كان فاتها مرتك دلوقيت انا امشي بقى وانت عارف مكاني منين ما تحتاجني داري مفتوح عليك واو دايب اسقيت جده بكل احترام عناية جدي ملحوظة سريعة ازاي رومون ده مظهرش منها اي رد فعل لما سمعت الكلام ده سعيد كانت معرفها الحياة علشان كده كان الموضوع عادي بالنسبة لها هو منصور بيمشي من الاصر ومحمد قال ايه يا ولدي مش هتسلم على بابا ولي تاجي برضو كيفك يا بوي مش احنا قلنا بلاش تتكلم صعيضي لما اكون انا معك ما جادرش يا بوي ده عداد بتجرب دمي امريكا ما جادرش يتنسين الصعيض وعدادها وتجالدها وناسها عارف خالك كلمني وحكالي عنك كتير قوي وكمان قال لي ان انت ميكس ساعة صعيضي وساعة امريكي واه 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 بجاك دي يا خال تكشف سر ابن اختك لما شوفك تاني طب يلا يا بطل اعرفك دي اسمها ماما سعاد اللي كلمتك عنها ودي روموندا اختك اللي حكيت لك عنها وروموندا كانت بتبص العدي بنظرة مش مفهومة وكأنها غيرانا منه وبتقول لي بعينها ده اللي رباني ما تاخدوش مني انا محتاجة لوجوده سند لي واستقوى بيه على الزمن وكانت عينها على وشك البكاء ومحمد لاحس كده اطلع فوقه تشور وارتح شوية ملحوستين منصورة عم والدته عدي والدته عدي ومحمد انفصلوا وعدي كان طفل راضية ووالدته اخدته لانه كان محتاج رعاية واهتمام ومحمد كانت حياته سفر ووالدته داي اتوفت وعدي كان عنده سنتين ويجي الدكة في البي اللي هو والد ممته وتوفى بعد تخرج عدي من الكلية وكيتب لي كل املاكه بس منصور ما يعرفش بالكلام ده والعصير ما فيش حد شربه سعد اخدته وتخلصت منه نكمل محمد وقف قدام روموندا ومساح دموها اللي غلبتها وقال بحنان وعطف انت بنتي وحبيبتي ودلعتي وكمان ما اقدرش افرق بينكم ابدا انتو روحي وعمري ما اقدرش اعيش من غيرهم وروموندا بحزن شديد ما اخفي جواها عارف يا باب انا هطلع فوق دلوقتي ارتح شوية وقابل محمد ما يرض طلعي ومحمد بيبص لسعد اللي عيونها كلها دموع وبيقف وبيلوم فيها بعيونه وبيغمط بكل يأس وبيفتح تاني عارف يا سعد انا امل يخاف فيك بجد اه ليه ليه بتقول كده انت عارف انا بقول كده ليه لا مش عارف كنت عايزة تخلصي من عدي ليه ما خفتش من ربنا افرضي كانت روموندا هي اللي شربت العصير ولا قدر الله حصل لها حاجة كنت هتعملي ايه رد علي كنت هتعملي ايه خفت علي منصر هيقول على مكانه وعممها يجوها ياخدها مني سبى وقلت ليك ان ما فيش حده يقدر يقرب منها دي بنتي دي بنتي انا انا اللي ربيت وكبرت وعلمت وما فيش حد لحق فيها اكتر مني انت فاهمة وبيقطع كلامه واصبيته صوت صرخة قوية قوي من روموندا وروموندا بتطلع فوق وبعد شوية بتصرخ بصوته علي ومحمد وسعد بيجرع عليها بيلاق هواع على السلم وعوداي بيقول انت كويسة اه رجلي رجلي مش قادرة ومحمد قال اهدي بس يا حبيبتي وان شاء الله خير امي يا حبيبتي معي مش مش قادرة يا ماما مش قادرة وعوداي يقرب منها وكشف رجليها وروموندا انت جننت انا صعيضي واعرف اذا كانت رجلي كتكسرت ولا لا خلاص يا روموندا تسبيه يشوف رجلي لا يا ماما لا يا بنت اهدي عشان لو هنقدر الله كسر نلحق ونروح له الدكتور دكتور لا لا هبقى كويسة بس معليش يا روحي ما تخفيش مش هيعمل لك حاجة صح يا ابني بيقولك ده يلا بقى يا روموندا لا لا مستحيل يا بابا انت بتضحك عليها يا محمد وايه اللي يضحكك دلوقتي ما تخفيش يا روموندا ده ساتل وغطى عليك لا لا مش عايزة هو احنا بنقولك اخدي عصير هات رجلك يا حرمة 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 فينك يا شيك او يا ماما نقلبت وجاني اوهي صرف يا محمد بسرعة ما هو لو روحنا للدكتور هتعمل كده برضه استغفر الله العظيم انت عارف لو دي كانت بنتك عمرك ما كنت هتوف كده وتضحك كان زمن قلبك بتحرق عليها انا انا كنت هبقى كده روموندا بنتي انا اللي ربتها وكبرتها وعلمتها وفي الاخر تقولي مش بنتي يا جماعة خلصونا بجا هتكشف رجلك ولا ادخل انام ادخل ادخل ادخمد احسد اه يا رجلي اه ما تخفيش يا روموندا هيغمض عيونه اعرف ازاي نركسر ولا له ويمحمد بيغمز لي وديقان ايوها غمض يلا غمضت لا لا يلا بقى والله عارفة ما في بنتي جات ليا رجليها مكسورة وكانت عامل حسابها بجا عشان جديه انا مجول بتضحك علي لانا فكرتك فرحان فيها والله خلص يا حبيبتي ما تخفيش يلا وبتكشف رجليها وبتلاقي عليها اثر مش من وقاعي السلم ده اثر قديم اثر مشرة او سكينة واول ما عدي بيشوفه بينزل لمستوها بسرعة وبيمسك رجليه اه اه بالراحة مش ممكن في ايه ملك يا عدي مستحيل ورمونده كانت بتتقلم ومستقربة في نفس الوقت وسعاد بتبص للجرح ده وبتبص لعدي كأنه عارف حاجة عن الجرح ده ومحمد اين ما تفهمونا ايه اللي بيحصل البنت بتتقلم وانت واقف مصدوم وسعاد زيك في ايه وعدي بيشاور على الجرح رمونده وبيقول لي محمد اجرل عليها استوب لحد هنا يا ترى الجرح ده مكتوب علي ايه هنعرف بس اما نشوف التفاعل هيزيد ولا لا والحد هنا تكون خلصت حلقتنا النهاردة يا ترى رمونده وعدي ايه اللي بينهم وايه اللي هيحصل انتظرونا واللي وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك واللي اشتراك في القناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله